اشتركوا في القناة ان مملكة البحرين تولي مشاريع التنمية الزراعية وملف الامن الغذائي وزيادة الانتاج الزراعي اهتماما كبيرا واشار سعادته الى التزام المملكة بتبني المبادرات التي تنسجم مع اهدافه استراتيجيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة بناء قاعدة استراتيجية موحدة في تبني الطرق والتقنيات الحديثة لزراعة مستدامة انطلاقا من الرؤى المشتركة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واكد سعادة وزير شؤون البلديات وزراعة خلال الاجتماع ان مملكة البحرين تدرك اهمية تحقيق مستوى متقدم من التنمية الزراعية في دول مجلس التعاون والتكامل في هذا الملف الحيوي من خلال دعم مبادرات اجتماعات هذه اللجنة الوزارية والمتعلقة بتطوير وتطبيق استراتيجية ادارة وحماية تنمية القطاع الزراعي والحيواني بدول الخليج العربي ترجمة نانسي قنقر